اللهم صلي وبارك على افضل المرسلين اهلا بكم اهلا بكل متابعين وحبابيبني ازايكم عاملين ايه? احنا النهاردة عندنا وصفة سهلة جدا بمكونات موجودة في كل بيت. تعالوا نشوف الفيديو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الوصفة مع بعض واحدة واحدة هو بمكوناتين بس. الوصفة بتاعت النهاردة مكوناتين اتنين بس. آآ عندنا معلقتين من الطحين اللي هو الدقيق اللي بيض. الطحين الابيض او الدقيق اللي بيض. ده طبعا موجود في كل بيت. هما معلقتين كبار بس هحطهم في بولا. هحط عليهم معلقتين كبار من المياه. يعني من نفس مقدار الدقيق يكون نفس مقدار المياه. وهمزجهم قويس جدا مع بعض. هم امزج المكونات دي كلها في الاول. بعد كده عندي اي الوان عايز اضيفها. اضيفها مع المزيج اللي انا عملته في الاول ده. انا عندي لون البنفسي. هقلبوه كويس جدا حطيت طبعا نقطة صغيرة عشان انا عايزة اللون ما يبقاش غامق عايزة اللون يبقى فاتح. وهمزجه كويس جدا عشان الالوان اللي عندي سايلة فبديت اعمل نفسه معاملة المياه فانا لازم اضربها ضرب جامد لحد ما المكونات كلها تنتزج مع بعض. تمام خلاص مزجت كل المكونات مع بعض اه هاضيف معلقة كبيرة من الطحين الابيض او دي الابيض تاني وهبتدي اقلب. امزج المكونات كلها مع بعض تاني هاشوف بقى في الخطوة دي لازم اشوف انا هحتاج اضيف طحين تاني ولا لأ اللي هو دقيق تاني ولا لأ. افضل امزج امزج تاني كويس جدا حسيت ان لسه برضو الموضوع بيلزق في المعلقة فهبتدي اضيف معلقة تانية. دقيق وهفضل امزج بقى هفضل امزج بيدي عشان اشوف الملمس بيلزق ولا لأ. وطبعا انا اي صلعيم بكون اه بعمله لازم اكون صبورة جدا وانا بعجن او بخلط المكونات مزهقش عشان يطلع معي النتيجة حلوة. اضفت طبعا اه الحبة الاخيرة اللي في البولة وهي عبارة عن نص معلقة. وعجن طبعا فدل يلزق في الاول بس مع العجن هيبتدي يلمي معي. انا مش هضيف حاجة نهائي غير المكونات بس. اللي هو المية والدي. وانا اضفت كده وهتشوف ودلوقتي النتيجة هتبقى عملة زي. هتطر بقى اخد اي شوية دقيق صغيرين خالص. عشان يلزق طبعا في ايدي. فطول ما هو بيلزق طول ما هو محتاج عجن ومحتاج دقيق. بس الدقيق لازم يضاف تدريجي عشان ما يكالكاش مني ويبوز معي الوصفة. طبعا هو انا عملي ازقى في ايدي بس هيلم مع العجن هيلم من اي ده كله. انا قلت سرع الخطوات وانا بعجن عشان احتاج عجن كتير. وطبعا انتو المطة اللي بعد العجن ده كله المطة كانت رائعة. والاسلايم فعلا الوصفة كانت جميلة جدا انتو شايفين المطة عاملة ازاي? حلوة جدا ما بيتقتاش. يعني بصوا المطة ما بيتقتاش واللون كان جميل جدا والوصفة سهلة جدا ومع الف سلامة وانتشوفكوا في وصفة جديدة. اشتركوا في القناة